الخبر الاول اللي عادنا عن رغدة وعن وصول حسابها الانستجرام للثلاثة مليون متابع فالف مبروك على هذا الرقام وعقبال عشرة مليون يا رب ولسنسوا اتبار كلها يا حبايب بالكومنتات طبعا رغدة نزلت على حسابها بالانستجرام هذول ستوريات اللي احتفلت بها بالثلاثة مليون وسوت حفلة بالبيت شبهيرة فرح اضطلكم ياها الخبر الثانى اللي عادنا عن تهجم جمهور انس واصالة على استمند وشهد طبعا الميعرف شنو الموضوع شنو اللي صاير فبالبداية انس واصالة نزلوا على قناةهم هذا المقطع جولة في بيتنا في كاليفورنيا وبعدها تقريبا بكام يوم شهد وسبت نزلوا على قناةهم هذا المقطع جولة في بيتنا في دبي طبعا الأول ما نزل هذا المقطع تفجرت الكومنتات عن شهد وسبت بالتعاليق اللي تقولون لهم انتو القلدون انا سوى اصالة فشاهدوا سمن تسواوا حركة ذكية على مدية جنبون هذي التعليق وبعد ما تظهر للناس الكل حاليا دي اسأل شنية الطريقة اللي سووها اذا شننت انت يوتيوبر فبالتأكيد تعرف شنو كلامي اللي حقوله حاليا اول ما تدخل على استوديو مال يوتيوب روح على شي اسمه اعدادات اول ما تروح على شي اسمه اعدادات ادخل على كلمة المنتدى ادخل على المنتدى وانزل شوية اول ما رح تنزل لح تلقاك وخانة اسمها الكلمات المحظورة بهاي الخانة تقدر انت كيوتيوبر تكتب اي كلمة مثلي تطلع بالكومنتات عندك اشترك بقناتي مثلا تكتبها وهي الكومنتات بعد ما تظهر فمن الواضح انه شهدوا سمنت حطا واسم انس واصالة بهذه الخانة فلهذا هذي التعليق كلها صارت ما تطلع وبالنسبة التعليق اللي كانت بالتوب فهي التعليق مسحوها شلون انا اعرفت هذا الشي وليش انا كلش واثق من كلامي يعني فخلينا نشوف هذي التجربة الحية لقدامكم ننزل لعا التعليقات ونكتب بحسابي مثلا انس واصالة وشش رح يصير اكتبنا اسم انس واصالة ونشرنا التعليق طبعا نروح على كلمة الاحدث اولا عمود نشوف تعليقي والتعليق قد جوارك زين بالاسم بعدين نغير الحساب على مدة اكد هل التعليق طلع للناس او مجرد عندي طالع فبعد ما حولنا الحساب حاليا ننزل عا التعليق وندوس على الاحدث اولا رح نشوف انه التعليق مات لمظاهر وانما التعليق القبلي مظاهر يعني بالنسبة طبعا رأيي بالموضوع صراحة انا شوف ان الخصة صارت صدفة ما اتوقع انه صارت تقليد ابد يعني ثاتهم انتقلوا الى بيت جديد فسووا هذا المقطع ممكن التقليد الوحيد بالصورة مصغرة مشابهة شوية ولكن مثل ما قلنا هم ثاتهم انتقلوا الى بيت جديد فطبيعي يسوونه جنواء من المقاطع الخبر الثاني اللي عدنا عن احمد حسن وزينب وطلوعهم على التلفزيون وتحديدا على قلات ام بي سي مصر فاحمد حسن نزل على حسابه بالانستجرام هذا الستوري اللي يقول بي انتظرونا بكرة الساعة بالستة ونص المغرب على قناة ام بي سي مصر في برنامج الجمعة في مصر بالنسبة اللي حابينوا يشوفون المقابلة فيشوفوها على التلفزيون يا اما شوية ينتظرون بعدين تنزل على قناتهم باليوتيوب ام بي سي مصر وبس والله اللي هنا وصلنا هات المقطعات من المقطع ايجابكم لا تنسوا تحطوا اللايك وتشتركوا بالقناة شانيوكو فايت زي ما قناة مملكة الخصاص ومع السلامة